زيد احنا كمل الفيديوهات اللي بنتفرج عليها على السوشيال ميديا سواء على الانستجرام فيسبوك تيك توك في كل وسائل السوشيال ميديا ليك محتوى بياخد الواحد يعني لما اجي اتفرج على الفيديو وبتتكلم في كل موضوعات الحياة في الحب في الخيانة في وجع القلب في الأسوة في الحنية بعض اركز اقول هل هو خط كل التجارب دي لان الفيديوهات كلها فيها فيها لمسة كده تتحس ان انت خط الحاجات دي كلها في حياتي كلمنا الاول قبل ما ندخل في موضوع الحلقة يعني ايه اللي خلاك تحس ان الناس محتاجة محتاجة الناس تاخد وتدي معاها كده حس اول اشي الموضوع هذا ايجا معاي صدفة لاني انا كنت عم بواجه شغلي بيني وبين حالي فزي صفت انه زي تحدي بيني وبين حالي اني انا اواجه الاشي هذا جدام الناس اول فيديو لقيلي كان عبارة عن موضوع الاكتئاب ايه ايه اللي قالك ده مكتئب قالك ده الولد ده مكتئب يا جماعة حد يلحقوا ما له حازين كده ليه لا انا كنت مفكر انه الاكتئاب اشي عيب اه بالنسبة ليلي عيب انه طلعوا قدام الناس وهيك يعني انت كنت اصلا مكتئب اه فتلاحك بنفس الحال يعني يعني فيومها حبيت ان انا اواجه هذا العيب بيني وبين حالي بس قدام الناس بس قدام الناس اه وما تكسفتش عشان شوي يكون فيه تصالح مع النفس لما شفت انه اللعيب هذا اللي انا كنت مفكره عيب اه موجود عند كل الناس صار عندي تصالح بالنفس اه وجهة نظر برضه صحيح لانه محدش محبي انضر لحاله لو كان معاي شلت ناس اه با موافق صح يعني في ناس زي اه في ناس مكتئبة زي فانا مش لوحدة يعني كيف هون بترتاح نفسيتك كل ايه ومن هون بلش ولقيت بقى ايه اول فيديو نزلته عن الاكتئاب وانت كنت قردي مكتئف فكنت زعلان اه لكن لقيت بقى رد فعلي الناس ايه في الوطن العربي كله مش بالوطن العربي كله بس جاب جاب يعني مشاهدات منيحة باول فيديو من اول فيديو جاب مشاهدات اه وبعدها كملت بعدها كمل اه